تغسل القوافل الطبية أعمالها بقرى محافظة أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتوفد المئات من أبناء قرية بنبان بحرية التابعة لمركز درواء في أسوان على القافلة حيث تم إجراء الكشف وصرف العلاق بالمجانة من جانبهم عبر أبناء القرية عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدتهم في تواجد هذه القافلة التي وفرت عليهم عناء التنقل لعيادات الأطباء وتكبد مصاريف العلاق نحن النهاردة في قرية بنبان بحرية التابعة لمركز درواء بيتوجه للقرية المستهدفة بنفس فيها القافلة على مدار يومين بيتوجه المواطن للحصول على خدمة طبية في التخصص المطلوب فيقوم بتوقيع الكشف الطب عليه الدكتور الأخصاء والاستشاري في كل تخصص لو محتاج علاج دوايا محتاج أشعة عادية أو أشعة صنار أو محتاج تحليل بيعملها عندنا في القافلة بالمجان لو محتاج رعاية سينوية تدخل جراحي أو شاعة مقطعية أو رئيس مغناطيسي أو منظار أو إذا كان من أصحاب الأمراض المزمنة بنوجهه الآراء مستشفى تابع المدير الشروط الصحية بنستكمل بها الإقراءات ونصدر قرار علاج على نفقة الدولة للحصول على علاج الشهري نشكر سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهد المتواصل للقافلات الطبية اللي بتجينا على طول في قرية بمبان والناس متواجدة وعاوزين الموضوع ده يستمر إن شاء الله كده على مدة طويلة يعني اشتركوا في القناة